بيبدأ الفيلم بتعبان اسمه كا وبنشوفه وبيحكي قصة عن مجموعة كرايين في الغابة وما بيهربوا من نمر الشرس جدا اسمه شريخان واللي بيأكلهم كلهم معادة ولد صغير بيكون مستخب بين الزرع بس بعد شوية بيجي نمر اسود اسمه باجيرة وبيشوف الولد دود فبيكرروا ان ياخدوا عشان شريخان ما يأكلهوش فبيسيبوا في كهف صحابه الزقاب وبيقع في رقبه من بعيد وساعتها بيسمع الزقاب صوت الولد وبيخرجوا عشان يشوفوه وبيقرروا يربوه مع ولدهم الزقاب الصغيرين وفجأة بيجي ضابع اسمه تباكي وبيكون شم ريحة الولد وعاوز ياكله وبيهددهم لو ما سلموش الولد هيبلغ النمر شريخان وساعتها هيجي ويخلص عليهم كلهم ولكن فهان بيرفض هو ومراته نيشا وبيعرفوهم الاخر كده انه مش هيدولوا الولد نهائي فبيروح الضابع تباكي عشان يبلغ شريخان باللي حصل فبيقرر شريخان انه ياكل الولد ده بأي طريقة لانه بيكره البشر وقتها بتقرر نيشا انها تروح لأكيلة قائد الزقاب وده عشان يساعدهم يحمل ولد دوت فبيعمل أكيل اجتماع مع كل قطيع الزقاب وبيتفاجئ ان نيشا بتقوله انها عاوزة تربي الولد دوت لكنه بيرفض بحجة ان اهل الولد دوت اكيد هيدوروا عليه في الغابة وده بالتأكيد هيعرض القطيع بتاعهم للخطر فبيقطعوا النمر الاسوب بجيرة وبيعرفوا انه هو اللي لقى الولد ده في الغابة ولو سبوه النمر الشريخان هيكله فبيترادد أكيلة وبيكون مش عارف ياخد قرار وفجأة بيلاقي ان الشريخان جاي وبيأمروا يسلموا الولد فبيرفض يسلمهوله وبيفكروا بقانون الغابة واللي بيقول ان ممنوع النمور يدخلوا أرض الزقاب فبيقول له شريخان انا كده كده مش مهتمة بالقانون ومستعدة خالص عليكم كلكم لو مسلمتنيش الولد وقتها بيتجمع قطيع الزقاب حواليه وبيلحظ شريخان ان عددهم كبير جدا فبيضطروا انه يمشي بس بيوعدوا منه يطرد الولد ده وهيكله في الآخر فبيكرر أكيلة انه يخلي نيشا وجوزها في هان يربوا الولد ده بشرط انهم يعلموا قانون الغابة ويرقبوا طول الوقت فبيوافقوا وبيسموا الولد ده موكلي وبتعد سنين كتير وبيكبر موكلي وسط الزقاب وبيكون فاكر نفسه انه مجرد زقب زيهم وبنشوفه وراكب فوق ظهر باجيرا وبيجروا في الغابة وبيسألوا انا ليه مختلف عن الزقاب ومش شبههم فبيقوله باجيرا انه مش مختلف عنهم في حاجة لكنه مميز عنهم بكتير وبعدها بيروح موكلي يتدرب مع دوب باسمه بلو واللي بيعلمه ازاي يتعامل مع العقارب وما يخافش منهم وبيبدأ يفهمه قوانين الغابة وهي الممنوع يتخانق مع حد من قطيع الزقاب لانه واحد منهم وكمان ممنوع يروح قرية البشر نهائي وما ينفعش يصطاد الحيوانات بتاعتهم مع ما حصل او جرأة المهم بعد شوية بيمش موكلي عشان يرجع للكهف اللي بيعيش فيه مع الزقاب وفي طريقه بيقابل صاحبه الزقب الابيض بود ولي بيشتكيله من الزقاب عشان بيضايقوه لانه لونه ابيض ومختلف عنهم فبيحاول موكلي يوسيه وبيقوله انه هو كمان مختلف زيه لكنهم هما الاتنين مميزين واحسن من كل الزقاب وبعدها بيرجعوا هما الاتنين للكهف وبيتجمعوا مع الزقاب الصغيرة عشان الدوب ببالله هيدربها مع الجاري وهيعمل لهم اختبار فبيقول لهم ان الاختبار عبارة عن سباق جاري مع النمر باجيرة والمطلوب منهم يجري بسرعة ويهربوا من باجيرة لان لو مسك حد فيهم هيفشل في الاختبار اما الفايز فيعتبروه زقب قوي وبالتالي هينضم القطيع الزقاب وهم خارجين يصطادوا وما بيبدأ السباق بيجري كل الزقاب باقصى سرعتهم ولكن ماوكلي بيكون ابطأ واحد فيهم فبيحس بالتعب وبيقف عشان يشرب مية وبيستخبى وقتها عشان باجيرة ما يمسكهوش بس فجأة بيلاقي ارد صغير معا موزة في ايده وبيحاول يلعب معاها فبيجي الدوب بالو يحذره مايلعبش مع الارود نهائي لانهم اغبية جدا ومش بينفزوا قوانين الغابة المهم بالليل بيكتمع قطيع الزقاب وبيقول لهم بالو ان نمر الشرير شريخان بيجي مع الحيوانات البشر وبياكلهم وساعتها البشر طبعا هيفتكروا ان الزقاب هما اللي بيعملوا كده وبالتالي هيدخلوا الغابة عشان يطردوهم فبيقول اكيلة قائد الزقاب ان الشريخان بيعمل كده عشان يكبرهم يسلمون ماوكلي فبيقترح مجموعة من الزقاب انهم يسلموا ماوكلي بالفعل عشان يحموا نفسهم لان ماوكلي باشري اصلا ومززئب زيهم فبترفض نيشا اللي ربت ماوكلي وبتقول لهم من الولد واحد منهم وانه طيب جدا وما ينفعش يتخلوا عنه بسهولة وبعد ما الاجتماع بيخلص بيتكلم اكيلة مع بالو والنمري باجيرا على انفراض وبيبدأ يتناقش معاهم بخصوص الولد ماوكلي فبيقترح عليه باجيرا يودوا ماوكلي لقرية البشر لانه واحد منهم وساعتها الشريخان مش هيقدر يلمسوا نهائي ولكن بالو بيرفض لانه شايف ان البشر اشرار وما ينفعش يسقوا فيهم فبيقول لهم اكيلة ان ماوكلي واحد منهم ومش هيتخلوا عنه ابدا والحل الوحيد دلوقتي انه يتضرب على اختبار السرعة وينجح فيه باي طريقة عشان بقى الزقاب يعترفوا به ويعتبروه واحد منهم ويدفعوا عنه وتاني يوم بيقرر بالون يضرب ماوكلي على اختبار السرعة وبيخليه يجري ويتسلق الشجر زي البشر وما يستخدمش طريقة الزقاب لحد ما في يوم بيروح يقوم في البحيرة وبيختص تحت المية بس فجأة بيلاقي شريخان جاي وبيشرب من البحيرة فبيكتم نفسه وبيحاول يفضل تحت المية عشان شريخان ما يشوفهوش وما بيلاقي انه ماشي بيخرج من البحيرة وبيطلع يجري بسرعة لحد ما بيقع في فخ عبارة عن حفرة عميقة فبيشوفه شريخان وبيضطر يمشي عشان مش عارف ينزله وساعتها بيظهر فيه ضخم جدا وبيساعد ماوكلي وبيخرجه من الحفرة وساعتها بيلاحظ ماوكلي انه عنده ناد مكسور فبيجي ان امري باجيرة بياخدوا على ظهره وبيهروا بسرعة من مكان وبالليل بيتكلم معاه وبيعرفوا ان البشر هم اللي عملوا الفخ اللي وقع فيه لانهم عاملينه في الاساس عشان عاوزين يصطادوا شريخان بسبب انه كل شوية عمال يأكل في الحيوانات بتاعتهم وده معناه ان الغابة ما بقتش مكان آمن ليه وبيبدأ يعترف له انه بشر من الزئب وانه هو اللي ازمان لما كان صغير عشان كده الافضل ليه انه روح قرية البشر ويعيش معاهم وقدامه فرصة واحدة بس ده لو عايز يعيش في الغابة والفرصة ديت انه ينجح في اختبار السرعة عشان ينضم القطيع الزئاب وبالتالي عيدافع عنه اما بقى لو فشل في الاختبار فلازم يروح لقرية البشر ويعيش معاهم وده عشان يقدروا يحموه من النمر شريخان فبيتدايق موكلي لانه حابب يعيش في الغابة فبيجيله فضول انه يروح قرية البشر عشان يشوفها وهناك بيشوف الضبع تباكي وبيدور على اكل ولكن ديلو بيجي في النار وبيتحرق فبينط في الماء عشان يطفى النار وبيسأله ماوكلي هو ايه دو فبيقول له تباكي ان دي سمع نار وانها واحدة من اسلحة البشر وكل الحيوانات بيخافوا منها وما بيرجع ماوكلي الكهف بيقعد لوحده ومدهي فبتيجي نيشا تتكلم معاه وبتحاول توسيه وبتعرفه انها تفضل امه لربته وبتعتبره واحد من الزئاب المهمة بقى ثاني يوم بيجي معاد اختبار السرعة وبيجري ماوكلي مع باقي قطيع الزئاب ومراضي بيصمم ان ينجح في الاختبار عشان يقدر يعيش معاهم فبيكرر يجري على رجليزة البشر وبينط من فوق الشجر بمعارة عالية جدا ولكن للأسف بجيره بيمسكه وبيفشل في الاختبار فبيتحص بماوكلي وبيقول له بالو ان بجيره ساب كل الزئاب ويجري هو وربس عشان عارف انه ضعيف وبعد ما بيخلص كلامه بيمشي الواحده حزين وفي طريقه بيشوف الأرود وبيفضلوا يلعبوا معاها وبيمدوا لقديهم عشان ياخدوا منهم الموز لكنهم فجأة بيشدوا وبيهربوا فبيشوفوا صاحبه الزئاب بوت وبيجري بسرعة عشان يبلغ بالو بجيره ووقفه بيتكلم بالو مع بجيره وبيقوله ان كان متابع السباق من البداية ولاحظ ان كان مستقصب موكلي فعلا وعاوز يخليه يفشل في الاختبار وبأي طريقة فبيعترف بجيره انه عمل كده فعلا لانه خايف جدا على موكلي وعاوز يروح لقرية البشر وده لانه هم الوحيدين اللي هيقدروا يحموا من شريخان فبيتدايق بالو وبيتخانق معاه لانه مش بيصق في البشر وطبعا خايف جدا انه هم ما يهتموش بموكلي وصاعدها بيوصل بوت وبيعرفوا من القرود اخدوا موكلي وفي نفس الوقت بيدخل القرود لكهف ومعاهم موكلي وللأسف بيسلموا للنمر شريخان اللي طبعا بيكون سعيد جدا عشان اخيرا هياكل موكلي وفجأة بيجي بالو باجيرة وبيقدروا يمدعوه فبيهجم عليهم القرود وبيكون عددهم كبير جدا ولكن بيجي التعبان الضخم كه وبيقمروا انه يبعد عنه وده لانه موكلي واحد من سكان الغابة فبيضطر الشريخان انه ينفذ اوامره بيمشي وذلع ان كل الحيوانات بيخافوا من التعبان كه وتاني يوم بيقرب موكلي في البحيرة مع الدب بلو وبيكون مش فاهم ليه التعبان كه انقظه المهم بعد شوية بيجي صاحبه بوتي يتكلم معاه وبيحاول يهون عليه وبيقوله ان حتى لو فشل في الاختبار فهو برضه واحد من الزهاب فبيتعصب موكلي وبيقوله ان الزهاب بيكرههم هم الاتنين عشان مختلفين عنهم فبيتضايق بوتي وبيسيبه وبيمشي وساعتها بيروح موكلي للتعبان كه وبيسأله انت ليه انقص تاني فبيقوله لانه شاف مستقبله ويعرف انه يكون قوي جدا والغابة هتتغير للأحسن على ايده وفي الوقت ده بيرجع اكيلة قائد الزهاب للكهف بتاعه وبيلعن الشريخان هناك وبيحرض عليه بباقي القطيع وبيفهمهم ان اكيلة بقى ضعيف وما ينفعش يكون القائد فبيعرفهم اكيلة ان قانون الغابة بيقول ان اي زقبة هيقدر يهزمه هيكون هو القائد مكانه فبيطمع الزهاب في السلطة وبيبدأوا يهجموا عليه بس ساعتها بيوصل موكلي وبيشوف كل اللي بيحصل وبيكون عاوز يدافع عن القائد اكيلة فبيمنعوا الضب بباله وبيقولوا ان ده القانون وما ينفعش حد يتدخل فبيتعصى بموكلي وبيجري على قرية البشر وبيجيب من هناك شعلة نار وبيبع بيع الزهاب عن اكيلة وبيقدر ينقذه وبعدها بيهدد شريخان انها يحرقوا لو ممشيش فبيضطر فعلا شريخانه ان يمشي وصاعتها بيتفاجئ موكلي ان اكيلة بيمروا يمشي من الغابة فورا لانه بكذا خالف القانون وجاب سلاح من عند البشر فبينعر موكلي وبيجري على قرية البشر وهناك بيحصروا بيكون خايف منهم جدا وبيفضل يسره فبيضربوا واحد منهم على دماغه وبيفقدوا الوعي وثاني يوم بيفوق موكلي وبيلاقي نفسه محبوص في قفص وبالليل بيجي باجيرة يتكلم معاه وبينصحه ما يدخلش الغابة تاني وانه لازم يفضل في قرية البشر ويحاول يتأخلم معاهم لانه بينتمي ليهم ويعتبر من جنسهم وبعدها بيسيبه وبيمشي فبينعر موكلي بعد الكلام دوت وبيكون مش مستوعب ان باجيرة تخلى عنه المعام في الصبح بيصحى وبيتفاجن القفص اللي هو فيه مفتوح فبيخرج منه وبيقابل قدامه صياد وبيلاقيه بيعمله كويس فبيديه للصياد سكينة وبيعلمه ازاي يستخدمها المعام بعد شوية بتاخده واحدة من سكان القرية وبتحميه وبتلبسه لبس جديد فبيخرج موكلي القرية وبيبدأ يحب البشر وبيتأقلم على حياتهم لحد ما في يوم بيجي زئب من قطيع وبيتكلم معاه وبيعرفوا ان الشريخان دلوقتي سيطل على منطقة الزئاب وبقى هو القائب بتاعهم وللأسف بيخلص على اي حد ما ينفسش اوامره عشان كده بيطلب منه الزئاب انه يرجع معاه تاني للغابة ويساعده وبيتخلصه من شريخان بس موكلي بيرفق بحاجة ان الزئاب تردوه وتخلو عنه ودلوقتي هو بينتمل البشر وبيعتبروه واحد منهم وبيعملوه كويس وبعدها بيسيبه وبيمشي وبالليل بيكون فيه احتفال كبير في قرية البشر فبيقب موكلي معاه وبيسمع الصياد وبيحكي للقبيلة عن فيل ضخمة حاول يصطاده لكنه فشل ده يبقى نفس الفيل اللي انقذه من الفخ قبل كده وساعتها بيدخل بيت الصياد وبيلاقيه محنط حيوانات كتيرة جدا واللي من ضمنهم صاحبه الزئب بود فبينهار موكلي من العياد وساعتها بيبدأ يكره البشر وتاني يوم بيقرر ينتقم لصاحبه وبيدخل بيت الصياد عشان يخلص عليه لكنه بيشوف الناب بتاع الفيل وبيرجع في قراره وبيبان كده انه بدأ يفكر في حاجة فبياخد الناب دوت وبيروح عشان يديه للفيل وبيوعدوا انه يعرفوا مكان الصياد اللي كسر الناب بتاعه بس على شرطه انه يساعدوا يتخلص من النمر شريخان وبعد شوية بيروح موكلي للزئاب وبيطلب منهم يساعدوه ويقفوا ضد شريخان ولكن اكهلة بيرفض بحاجة ماينفعش يخلفوا قوانين الغابة فبيحاول موكلي يقنعهم انهم ينضموا ليه عشان يحربوا شريخان قبل ما يكون مصيرهم الموت لكنهم للأسف بيرفضوا مرة تانية وبيسيبهم موكلي وبيمشي وبيكرر وقتها انه ينفس خطته لوحده فبيروح يوقف قدام الغابة لوحده وماسك سكينة وبيفضل يندع على شريخان لحد ما بيطلع له وساعتها بيسمعوا الزئاب وبيكونوا مش مستوعبين ان موكلي يتحدى شريخان ويواجهه المهم وقتها بيقلد موكلي صوت الزئاب فبيخرج قطيع من الافيال وبيحصر شريخان وبيضربوه وبيطلع ان موكلي هو اللي متفق معهم يعمله كده فبيستغل الفرصة وبيحذف السكينة على شريخان وبيجي معليه عشان يموته بس شريخان بيكون قوي جدا وبينميه على الأر فبيهرب موكلي وبيطلع فوق الشجرة وساعتها بيشوف الصياد وبيضرب نار على شريخان بس للأسف الرصاصة ما بيجيش فيه فبيروح موكلي يتكلم مع الفيل الضخم وبيعرفوا ان الصياد دوت هو اللي كسر له الناب بتاعه ووقتها بيكرر بجيره والزقاب انهم يساعدوا موكلي وفي نفس اللحظة بيصابوا بالصياد بندقيته على شريخان عشان يخلص عليه ولكن وقتها بيجي معليه الفيله وبيموته وللأسف الطلقة للضربت بيتيجي في أكيلة فبيروح موكلي عشان يتطمن عليه وبيعتزله أكيلة عشان مقدرش يساعده من البداية وبيطلب منه ان يكون قائد الزقاب من بعده وبعدها بيموت فبيتعصب موكلي وبيروح يخلص عن نمر شريخان أخيرا وبعدها بيدعين قائد للزقاب وبيعتبروه واحد منهم هو بيبدأ وقتها ينتشر السلام في الغابة كلها وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بطفل اسمه موكلي وهو بيجري في الغابة مع مجموعة زقاب صغيرين ولما بيقع على الأرض بيهجم عليه نمر اسود اسمه باجيره وبيطلع انه صاحبه وكان بيدربه على الهروب في حالة الخطر وبيحكي باجيره انه في يوم لقى موكلي وهو رضيع في الغابة وخده الأكلة قائد الزقاب عشان يحميه ويخليه يعيش معاهم وساعته أكلة رفض ياخده لانه مجرد طفل بشري ولكن مراته راكشة صممت انها تاخد موكلي وبدأت تربيه مع ولادها الزقاب لحد ما كبر وبعد شوية بيرجع موكلي القطيع الزقاب وبيكون قاعد وحزين وده لانه مختلف عن باقي الزقاب ومش عارف يتصرف زيهم فبتحاول راكشة انها توسيه وبتقوله انه فرض من القطيع ومش لازم يثبت انه زقب ولما بيجي موسم الجفاف بيتجمع كل الحيوانات عند صخرة السلام اللي بتكون في قاع النار عشان يشربه وبيكون فيه قانون في الغابة بيقول ان لازم الحيوانات كلها تعيش في سلام بمجرد ظهور الصخرة دي في موسم الجفاف وممنوع الحيوانات المفترسة انها تاكل اي حيوان وقتها مش بيقدر موكلي انه يشرب زي الحيوانات فبيحتف سلة في النار عشان يشرب منها فبيزعاله اكيلة قائد الزئاب وبيأمره يشرب زي باقي الحيوانات وفجأة بيسمعوا صوت حيوان مفترس فبيستخبى موكلي وراء اكيلة وبيطلع ان الحيوان ده هو النمر شريخان واللي بيعتبر اقوى نمر في الغابة وبيكون كل الحيوانات وقتها خايفين منه جدا لانه شرير فبيشم شريخان ريحة موكلي وبيقول ان فيه بشر موجود في المكان فبيقاطوا اكيلة ومراته راكشة وبيقولوله ان موكلي يبقى واحد من القطيع بتاعهم وبيطلبوا منه ان يبعد عنه فبيرفض شريخان وبيقولهم ان البشر هم اللي عملوله النات بديت وبيحددهم ان هيئة الموكلي بمجرد ما الجفاف ده يخلص وصخرة السلام تختفي تحت النار وبعد ثلاث شهور بيبدأ فصل الشتاء وبتختفي صخرة السلام فبيقلق الزئاب لان الشريخان قوي جدا ومحدش هيقدر يقف قصاده وساعتها بيكون موكلي قاعد جنب اخوز زيق بجري وبيسمعهم وهم بيتناقشوا وبيكون متضايق جدا لانه حاسس انهم هيتعرضوا للخطر بسببه فبيروح يتكلم معاهم وبيقولهم انه قرر يمشي عشان محدش يتقذي بسببه ولكن راكشة بترفض وبتقوله ان ابنها ومستحيل تتخلى عنه ولكن موكلي بيكون مصمم انه يمشي وبيقولها انه مستحيل ينساها لانها امه لربته فبياخدوا النمر باجيرة وبيقرر يخرجوا من الغابة ويوديه للبشر اللي زيه وده عشان يعيش معاهم في امان بعيد عن ازا شريخان وفي طريقهم بيوصلوا المكان في قطيع جموس وبيحس باجيرة كده ان في حد بيتحرك ناحيتهم وفجأة بيهجم شريخان على موكلي وبيحاول باجيرة انه يمنعه وبيتخانق معاه فبيترعب موكلي وبيطلع يجري بسرعة وبيروح شريخان وراه ولكن الجموس بيخافوا منه وبيطلعوا يجروا امه كمان وبيخبطوا شريخان فبيستغل لموكلي الفرصة وبينزل من على منحضر وبيركب فوق جموسة وبيهرب بعيد وفي الوقت ده بتتكلم راكشة مع ابنها جري اللي بيكون زعلان جدا عشان موكلي ميشي وبتقوله ان هي كمان زعلانة لانها بتحب موكلي ومفتقداه جدا وفجأة وما بيتكلمه بييجي شريخان وبيقول لأكيلة قائد القطيع في موكلي فبيقوله انه ميشي وهيرجع للبشر تاني اللي هو واحد منهم والافضل بقى انه ينساه ويخليه في حاله فبيتعصب شريخان وبيهجم عليه وبيقتله وبيرمي بعد كده من فوق الجبل وبعدها بيقمر الزقاب انهم ينشروا خبر موت اكيلة في الغابة وده عشان موكلي يرجع مرة تانية وساعتها هيقدر يقتله وبيهددهم انهم لو منفزوش اوامره هيقتله مما كمان بينرجع بقى تاني الموكلي وهو نايم فوق الجموسة وبيصح على صوت انهيار المنحدر اللي الجواميس ماشيين فيه فبينط في النهر وبيمسك في جزع شجرة لحد ما بيوصل للغابة مرة تانية وبيدخل يدور على اكل وساعتها بيسمع صوت حد بيقوله انت بتعمل ايه هنا وقبل ما يرد بيظهر قدامه تعبان كبرى بيقوله ان اسمه كا وبيطلب منه انه يبص في عينيه وساعتها بيبدأ ينيمه مغناطسيا وبيعرفوا ان البشر معهم سلاح اسمه البندقية بيستخدمه ضد الحيوانات وبيقتلوهم به عشان كده كل الحيوانات بيخافوا من البشر وبيحكي له انه في يومه وطفل رضيع كان قاعد مع والده في كهف جوال غابة وفجأة هجم النمر شريخان على والده وقتله ولكن قبل ما يموت حرق وش شريخان وعمل له نتبة خلته يطلع يجري من غير ما يشوف موكلي لحد ما جيبه جيره واخده وخلاه يعيش مع الزئاب وبعد ما بيخلص التعبان ككلامه بيلاقي ان موكلي مش في وعيه وبيقرب منه عشان يكله ولكن فجأة بيهجم عليه ضبه وبيضربه وبينقذ موكلي بعد ما بيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاقي ان الضب قدامه وبيقوله ان اسمه بالو وبيطلب منه ان يجيب له عصر من فوق الجبل لانه جعان ومش قادر يتصلغ فبيوافق موكلي وبيعمل حبل من فروع الشجر وبيوقع له خلية نحل لكنه بيتلسع ولما بينزل بيشكره الدب بالو وبيقوله موكلي انه بيدور على قرية البشر عشان عاوز يعيش معاهم لان حياته دلوقتي خطر جدا جوا الغابة فبياخده بالو للقرية وبيشوف ناس مولعين نار وبينصحه انه ميقربش من النار ديت عشان ما يموتش فبيكرر موكلي انه يقرب مع الدب بالو فترة مؤقتة عشان يجيب له عصر من فوق الجبل لانه لو فضل طول الشتاء من غير عصر بالتأكيد هيموت وتاني يوم بيعمل موكلي ادوات عشان تخليه جيب خليقة العسل بسهولة من غير ما يتقرس وبعدها بيطلع وبيوقع كميات كبيرة من الخلايا ومغطي جسمه بورق الشجر ولما بيخلص بيروح يلعب في النهر مع الدب بالو لحد ما بييجي بجيرة وبيعرفه انه كان بيدور عليه فبياخده موكلي للكهف بتاع بالو وبيوريه خلايا النحل اللي جبهاله عشان يساعده في تخزين الاكل في الشتاء وبالليل بيسمع موكلي صوت قطيع افيال وبيخرج يبص عليهم وبيلاقيهم الجمعين حوالين حفرة عميقة لان فيه فيل صغير وقع فيها فبيروح يجيب الحبل وبينزل الحفرة عشان يربط الفيل وبعدها بيطلع مرة تانية وبيربط الطرف التاني في انياب فيل كبير وبيبدأ يشد الفيل الصغير لحد ما بيخرجه من الحفرة وساعتها بيكون بالو شايف كل اللي بيحصل وبيقول لباجيرة ان موكلي ده طفل طيب وزكي جدا وبيطلب منه ان يسيبه يعيش في الغابة لانه تعلق بيه وبقى يحبه فبيرفو باجيرة وبيقوله ان لازم موكلي يمشي فورا لان النمر الشريخان بيدور عليه وعاوز يقتله فبيتسادن بالو لانه عارف ان الشريخان دوت يبقى شرير قوي وبيروح يطلب من موكلي انه يمشي من الغابة فورا ويروح لقرية البشر ولما بيلاقيه رافض بيبدأ يزعقله وبيجذب عليه وبيقوله انه بيكرهه ومش عاوز يشوفه في الغابة نهائي وفعلا بيتدايق موكلي وبيسيبه وبيمشي وساعتها بيزعل بالو وبيقول لباجيرة انه حب موكلي وبيعتبره صاحبه الوحيد في الوقت دوت بيطلع موكلي فوق شجرة وبيعود لوحده وهو حزين وفجأة بيجي مجموعة قرود بيخطفوه وبيمشو فبيشوفهم بالو وباجيرة وبيجروا وراهم عشان ينقذوه لحد ما بيلقوهم بيتسلقوا حبل عالي واخديم موكلي المعبد قديم على قمة الجبل فبيدخل موكلي للمعبد وبيلاقي قرد كبير بيظهر قدامه وبيعرفه انه هو ملك القرود وبيقوله انه مستعد يحميه من النمر شريخان بشرط انه يولع له نار عشان يستخدمها كسلاح فبيقوله موكلي انه مش بيقدر يولع النار ديت وساعتها بيدخل بالو للمعبد وبيتكلم مع ملك وبيحاول يشغله لحد ما بيجي بجيرة من الباب الخلفي وبيخلي موكلي يتحرك بهدوء عشان يهرب من غير محد يشوفه ولكن للأسف بيشوفوا واحد من القرود وبيطلعوا كلهم يجروا وراهم فبيطلع ملك القرود من المعبد وبيجري ورا موكلي لحد ما بيوصله وبيقوله انه هو الوحيد اللي هيقدر يحميه وده لان الشريخان قتل اكيلا قائد الزئاب اللي كان بمثابة ابوه فبيتصدم موكلي جدا وبيطلع يجري وساعتها بيجري وراه ملك القرود وبتتكسر اعمدة المعبد بسبب ان حجمه كبير لحد ما بيطلع موكلي من المكان وبيتهد المكان كله على الملك وقتها بيدور بجيره على موكلي وبيلاقيه واقف فوق شجرة وبيبدأ يلومه عشان ما قالوش ان اكيلا مات وبيعرفوا انه يرجع لقطيع الزئاب عشان ينتقم من شريخان ويخلصهم من شره فبيروح لقرية البشر وبياخد شعلة نار وبيدخل للغابة وفي طريقه بيقع من الشعلة شرارة نار على الزرع وبتبدأ الغابة تولع ولما بيوصل موكلي القطيع الزئاب بينادي بصوت عالي على شريخان وبيقوله اظهر ليالا لو راجل فبييجي شريخان وبيحاول يستفزه عشان يرمي شعلة النار اللي معاه وبيقوله انه ظهر على حقيقته زي باقي البشر وانه جاي يحرق الغابة عشان يأذي كل الحيوانات فبيشوف موكلي الحيوانات وما خايفين منه وبيرمي الشعلة في المية وبيقوله انه مستحيل يأذي الزئاب لانهم اهله فبيقرب شريخان ناحيته عشان يأكله ولكن بيلاقي ان الدب بالو ومعاه باجيرا والزئاب وقفين قصاده عشان يمنعوه فبيهجموا كلهم عليه ومعاهم موكلي ولكن باجيرا بيمنعه وبيبدأ يقوله حارب شريخان بطريقتك كبشر مش كزئب فبيجري موكلي ناحية النار وبيبان كده انه بيخطط لحاجة ولما شريخان بيشوفه بيجري وراب اقصى سرعته فبيحاول باجيرا يمنعه ولكن شريخان بيكون اقوى منه وبيتقرر يقتله ووقتها الزئاب بيجوا في اخر لحظة وبيتخنقوا معاها وساعتها بيطلع موكلي فوق شجرة وبيعمل حبل من الاغصام بتاعتها لحد ما بيجي شريخان وبيطلع الشجرة عشان يخلص عليه فبيرمي موكلي الحبل بسرعة على شجرة تانية وبيقف على غصن مكسور وبيفضل يستفز في شريخان عشان يهجم عليه وفعلا بيهجم عليه وبينط موكلي في الشجرة اللي ربط فيها الحبل وساعتها بيتكسر الغصن بشريخان وبيقع في النار وبيموت فبيفرح موكلي وبينزل على الارض بعد ما خطته نجحت لكنه بيتدايق جدا لان الاسف الغابة بتولع وفجأة بيلاقي الافيال اللي انقذ ابنهم الصغير قبل كده جايين يساعدوه وبيفتحوا ممرات من نهر عشان المية تطفي النار وبعدها بيرجع موكلي لقطيع الزئاب وبيكونوا مبسوطين بيرجوعوا ليهم وكمان بيرجع يتدرب مع النمر باجيرة على الهروب في الغابة وساعتها بينجح لأول مرة في حياته وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة